أهلاً وسهلاً بكل المغاربة نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا الفيديو جيت لكم بخبر مفرح لكل من تعرض للإهانة أو المضايقة بسبب جواز التلقيح في هذا الصدد صرح الدكتور عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لكل المواطنين المغاربة الذين تعرضوا للإهانة أو التضييق أو تعطيل مصالحهم بسبب جواز التلقيح بأن يبعث الشكاية على موقع الجمعية أو يرسل هذه الشكاية عبر الفاكس وذلك من أجل رفع الدعوة جمعية نتمنى نكون فتكم بهذا الخبر ولتعرض الإهانة أو التضييق أو تعطيل مصالح أما كانش عنده جواز تلقيح يعني ما ملقحش يبعث رسالة عبر الفاكس أو شكاية في الموقع الجمعية نتمنى نكون فتكم بهذا الخبر شكرا وإلى اللقاء